موسيقى لو وجود لأسراب الجراد في الجزائر والوضعية تبقى عادية هذا ما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في لقاء صحفي على هامش اجتماع الوزراء المكلفين بمكافحة الجراد في المنطقة الغربية لإفريقيا ليس هناك نشاط للجراد في الجزائر تماما سننتابع في الوضعية على مستوى منطقة من مناطق الشقيقة موريطانيا الاجتماع الثاني لأعضاء العشر في لجنة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية والذي يعقد في الجزائر بعدما عقد الاجتماع الأول في باماكو بمالي عرف المناقشة والمصادقة على مشروع إعلان الجزائر والذي يقترح إنشاء صندوق إقليمي لتسيير خطر الجراد العابر للحدود إنشاء هذا صندوق هذا صندوق الذي سيحتوي إن شاء الله على سبعة ست ملايين دولار ستستعمل طبعا للتدخلات في حالة تكاثر الجراد في أي منطقة من المنطقة التي تهمنا هنا منطقة التي تهم بلادنا على كل حال وموريطانيا والمغرب والنيجر والمالي إلى غيره إعلان الجزائر من شأنه تقوية الأليات اللازمة لمكافحة غزو الجراد الذي يعرف وضعية مقلقة في موريطانيا حيث تمت معالجة مساحة تقدر بأكثر من 4200 هكتار إلى يومنا هذا ما يستدعي تكاتف الجهود منطقة المعنية بالجراد هي منطقة الصحراء هي أقل مناطق المعنية الآن بالدراسات في الشمال عن طريقنا ذلك أنا أحيي من هذا المنبر الجهود التي تقوم بها الجزائر خصوصا من مجدد الأقمار الصناعية الموجهة للمناطق التكاثر لأن هناك قمر صناعي جزائري يأتي معلومات قيمة عن تساقطة المطارية في الشمال وتبقى الاستراتيجية الوقائية كفيلة بتجنيب دول شمال غرب إفريقيا ودول الساحل خسائر على شكلة تلك التي تكبدتها خلال غزو الجراد ما بين 2003 و2005 والتي قدرت بأكثر من 500 مليون دولار